مساء الخير نهار اليوم تأثرت المملكة بمنخفة جوي خماسيني وكانت الأجواء دافئة إلى حارة نسبيا وجافة ومغبرة ووصلت عدمها في عمان 27 درجة مئوية هاي الليلة بتكون الأجواء باردة نسبية ومتنخفة درجات الحرارة بشكل كبير وواضح وبتوصل درجة الحرارة لعشر درجات أما ارتوبة 90% والرياح جنوبية غربية غدا بتنخفة درجات الحرارة بشكل كبير وملموسة بتكون الأجواء باردة نسبيا مع فرصة لزخات أمطار صباحا أقصى الشمال وبتوصل درجة الحرارة بنهار لـ 15 بتنخفط بالليل لـ 7 درجات يوم الثلاثاء أجواء معتدلة نهارا توصل درجة الحرارة بنهار لـ 16 وبالليل 8 درجات يوم الأربعاء أجواء لطيفة وغائمة جزئيا في أغلب المناطق وزخات متوقعة من الأمطار على أقصى شرق المملكة بتوصل درجة الحرارة بنهار لـ 13 بتنخفط بالليل لـ 6 درجات بننتقل درجات الحرارة الدنيا لهذه الليلة والعظماء اليومي غد في باقي مناطق المملكة بتسجل درجات الحرارة في إربة 15 وغدا 17 عجلون أجواء مغبرة 12 وغدا 18 جرش 12 وغدا 19 درجة بتسجل درجات الحرارة في المفرق 13 وغدا 18 ازدرقاء 14 وغدا 19 درجة مئة أوية بتسجل درجات الحرارة في الصلت 10 وغدا 17 مدى بطناش أجواء مغبرة وغدا 16 مطر ملكالياء 13 وغدا 18 درجة مئة أوية بتسجل درجات الحرارة في البحر مية 18 وغدا 25 الطفيل 11 وغدا 16 الكارك 12 وغدا 17 درجة في معان بتسجل 15 وغدا 21 في العقبة بتسجل درجات الحرارة 17 أجواء صافية وغدا 27 نهاية برواشد 17 وغدا 26 توصيات ليلة يوم الأحد تنبيه من الفوارق الحرارية الكبيرة ما بين النهار والليل حيث تنخف الدرجات الحرارة بشكل حاد وكبير خلال ساعات الليل المتأخر وارتداء ملابس دافئة ومعطف نظرا لفرق الحرارة المتوقعة إذن ملخص التقس خلال اليوم والأيام القادمة انخفاض كبير على درجات الحرارة يوم الاثنين وتقس لطيف ومستقر يوم الثلاثة وعودة الأجواء الباردة ليلا وإلى أخبار التقس والأجواء عالميا أعلنت الحكومة الماليزية حالة الطوارئ على مستوى البلاد بعد فيضانات ضربت البلاد وحثت الحكومة الماليزية المواطنون على اتخاذ الاحتياطات لتقليل الخسائر والأضرار في وقت دمرت فيه الفيضانات منازل وشركات وبنى تحتية ننتقل لدرجات الحرارة في مدن ودول حول العالم اشتركوا في القناة وصلنا لنهاية النشرة شكرا لحسن المتابعة عودة إلك محمد شكرا مريان